نحن الآن في شهر شعباً كان العرب يتشعبون فيه في الغارات وطلب المياه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذاك شهر يغفل الناس عنه إذن انتبهوا يا جماعة انتبهوا انتبهوا هذا شهر يصير فيه غفلة عند بعض الناس بين رجب ورمضان لأن رجب شهر حرام عظيم ترجيب التعظيم كانت العرب تعظمه رجب 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 رمضان الشهر العظيم الآخر شهر الصيام بينهما شعبان الناس تغفل عنه نحن دخلنا فيه شعبان لا تغفلوا عنه إيش الميزة فيه ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عندكم يا إخواني رفع يومي في الصبح وفي العصر الملائكة تنزل وتصعد بأعمالنا إلى الله رفع يومي تقريرين في اليوم وعندك رفع أسبوعي ترفع الأعمال إلى الله الاثنين والخميس فالمتشاحنين يبقون أنظروا هذين حتى يصطلح هذا الرفع الأسبوعي وعندك رفع سنوي فيه شعبان أعمال السنة كلها ترفع فيه شعبان أحب أن يرفع عملي وأنا صائم أحرى بالقبول أحرى بالقبول إيش السنة؟ طبعا الرفع النهائي في الأخير إذا مات الإنسان ارتفع العمر الصحيفة العمل طويت ورفعت إلى الله رفع النهائي رفع العمري يسن لنا في شعبان أن نكثر من الصيام استعدادا لرمضان ونكثر من قراءة القرآن تدريبا على ما يكون في رمضان في شعبان أعمال تصفية شلون يعني إذا كان عليك أو عليك صيام من رمضان الماضي صفي الآن وعائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه كانت أحياناً ما تستطيع تخضي اللي عليها من رمضان حتى يجي شعبان لازم تخضي معناها ما يجوز التأخير وأما من كان لها عذر مستمر بين الرمضانين مثل حمل ورضاع فما عليها إلا القضاء بعد ذلك ولو بعد رمضان الجديد من التصفيات أنه عثمان كان يقول للتجار اللي عليه ديوني طلعها الآن ليش ليش حتى لما يجي يأخذ منهم الزكاة يكون الديون سددت فما يطلع عليهم زكاة على هذه الديون أخرجوها أخرجوها بسرعة تصفيات أنس رضي الله عنه يقول إن المسلمين كانوا يخرجون زكاتهم في شعبان حتى الفقير يتفرغ للعبادة ترجمة نانسي قنقر